لأول وجود له في العاصمة التركية منذ الانقلاب العسكري الفاشل عليه توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنقرة حيث رأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التركي للبحث في تبعات الانقلاب الاجتماع استمر أربع ساعات وأربعين دقيقة أعقبه إعلان إرجاء البيان المقرر صدوره بجملة قرارات مصرية قد تغير وجه البلاد إلى حين انقضاء اجتماع الحكومة الليلة ومع ذلك سرت تكهنات عن صدور قرارات قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتشديد الأمن وتقييد بعض الحريات بما يتيح استكمال تطهير مؤسسات الدولة من تغلغ لجماعة فتح الله جولين فيها والمتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية ونقلت مصادر عن عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم توقع عودة تطبيق عقوبة الإعدام التي ستشمل جرائم تغيير النظام في تركيا وفرض حال الطوارئ في البلاد لا سيما أن الدستور التركي يسمح بذلك ويأتي اجتماع الحكومة ومجلس الأمن القومي التركي في ظل مواصلة السلطات التركية ملاحقة المجتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب وتتهمهم أنقرة بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولين وعليه جرى توقيف مائة وثمانية عشر جنرالا وأميرالا وصدرت أوامر قضائية باعتقال عدد منهم كما شملت اعتقالات مئات الضباط من بين أكثر من سبعة ألاف عسكري عدا نحو خمسين ألف شخص اعتقلتهم السلطات أو أوقفتهم عن العمل أو طردوا من المؤسسات الحكومية بينهم ثلاثة ألاف قاد وألف وخمسمائة عميد كلية وجامعة وواحد وعشرون ألف مدرس في معاهد خاصة إلى ذلك سحبت الحكومة رخيص أكثر من أربع وعشرين محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة سلطها بفتح الله جولين وحجبت موقع ويكيليكس عن شبكة الإنترنت وذلك فور إعلان الموقع أنه بصدد نشر أكثر من ثمانمائة ألف وثيقة عن بنية السلطة السياسية في تركيا وربطا أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن الإنقلابيين الذين قتلوا في محاولات الإنقلاب سيحرمون صلاة الجنازة